كشف عضو مجلس النواب السابق عن محافظة الديالا فرات التميم عن مفاجأتهم من العيار الثقيل كشفتها هواتف مطلوبين خطيرين جدا مؤضحا أن عصابات الجريمة المنظمة بكل عنوينها لا تقل خطورة عن الإرهاب فكليهما خطر على الأمن والاستقرار والمجتمع وأضف أن هواتف العديد من المطلوبين كشفت عن وجود اتصالات مع جهات متعددة بعضها رسمي وحكومي في مؤسسات متعددة ما يعني أن هناك تواصل يستدعي التحقيق وكشف ما يحصل لرأي العام وأشار إلى أن هناك قائمة موجودة لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبقية الأجهزة الأمنية عن هذه المعلومات ما يستدعي موقفا قانونيا يدفع للإسراع بالتحقيقات وكشف حقيقة ما كان يحصل وما سر ذلك التواصل مع مطلوبين خطيرين